جمعة مباركة عليكم وعايزين ندردش مع بعض على عملة شيبة شيبة هي عملة من العملات المهمة اللي كانت يعني اعتبر بنسميها يعني عملة متزبزبة بشكل كبير وبيتم فيها بمبات كبيرة البمبات دي بتحقق ارباح كويسة ولكن انا محتاج دايما ان اديك المعلومة وانت تبدأ تعمل سيرش عنها عشان تقدر تستفيد وتقدر تحقق ارباح جيدة بعد ما تقدر تعرف المعلومة وتبدأ تبحث عنها بشكل مباشر طيب ايه المعلومة اللي موجودة عندي حاليا على عملة شيبة وشايف ان في اهمية انك لازم تتابع العملة دي من دلوقتي ايه اللي بيحصل حاليا في السوق مع عملة شيبة اهم شيء احنا قلنا عليه مع بعض ان يكون معانا تويتر في اي عملة والتليجرام الكلام ده احنا قلناه من بدري اهم العملات اللي عليها بالطبع الكلام كتير والكلام الكتير اللي عليها ده بيؤدي دايما لتحركات سعرية مفاجئة تمام طيب الاستعداد الحالي هو في تصويت موجود على يعتبر التويتر الخاص بشيبة وانا هو بوريلكو تويتر الرسمي بدع شيبة تمام فانت هتلاقي ان فيه تصويت تمام كده التصويت ده انتهى ببعض الحاجات المهمة في الميتا تمام كده عايزك تخش على تليجرام شيبة تقدر تجيبه منين تقدر تنزل تجيب تليجرام شيبة ده من على الموقع الالكتروني الخاص بشيبة اينو وتقدر انك تنضم على تويتر وتراجع ايه المعلومات اللي هم شغالين عليها دلوقتي الخاصة بالميتا فيرس وعايز اقول يا جماعة ان شيبة مع بعض التقنيات الجديدة اللي المفروض تقدر تتابعها حضرتك من خلال معلومات كتير تقدر تعرفها من الموقع الالكتروني الخاص بيها هتقدر انك تعرف ان فيه شغل كبير جاي في العملة ولو عايز تعرف الشغل الكبير اللي جاي في العملة ادي الشرط كمان بتاع شيبة الفترة دي فاحنا عايزين نقول ان احنا كان عندنا مناطق سعرية المناطق السعرية دي كنا منويين عليها لما كانت عند خمس تصفار سبعة عايز اقولك انها دلوقتي عند خمس تصفار تلاتة بعد الاعلان اللي هو تم وده ان دل ان دل يعني لو ست لاربعة صفار اربعتاشر انت بتتكلم انك عملت بالزبط مية في بامب واحد بس فيه اقل من بتتكلم من واحد الشهر اللي فات واحد يناير واحنا بنتكلم تلاتة فبراير فاذا فيه بامب كويس جدا ولا زال مفيش اي معلومات كاملة بشكل كبير في السوق بيوجه المحافظ انها تدخل تشتري فاذا كل اللي يهمني انك تكون سابق بخطوة انك تكون عارف التحركات اللي ممكن تحصل ايه هي وفي نفس الوقت تقدر انك تنفذ ده بجدارة وما تنساش ان السوق متقلب يعني لو معك مية دولار انا دايما مش هتكلم في الف ولا عشرة ولا هتكلم في الناس اللي تتكلم معي على المحافظ الكبير انا بتكلم بالشغل العادي جدا معك مية دولار تشتري على دفعات تشتري وليكن بخمسين تستنى السعر يريح شوية تشتري بجزء ينزل شوية تشتري بجزء تاني ينزل شوية تشتري بجزء اخير لو مهتمين مع الاعلان او مع الحلقة دي لما نحطها على التويتر اكتب لي اسفلها ان انت مهتم هنرجع نعمل مضاربة لايف تاني في شيبة ونتكلم فيها ونقول لكم ايه هي اماكن السعرية المهمة اللي انت ممكن تحط عندها اماكن للشراء وهي الدعوم المهمة في عملة شيبة وتقدر من خلالها ان انت تتحقق فيها ربح جيد اذا انا بهتم في الوقت الحالي اني اركز مع عملات فيها شغل جاي قريب جدا ومع الشغل ده ممكن يحصل فيها بمبات اخد فيها المية والمتين والتلتمية وانا لسه في البير ماركت مش عايز البير ماركت يعد عليك وتقعد تندم طول حياتك بعد ما يبدأ البوران احنا في تزبزب سعري خلال عام تلاتة وعشرين ما تفتكرش ان احنا طلعنا دلوقتي عند التلاتة وعشرين الف وخمسمية واربعة وعشرين الف في مقاومة صعبة عند اربعة وعشرين الف بتحصل معانا ماكسما بتاعنا خمسة وعشرين الف وهيحصل زي ما حصل في الدورات السابقة اني ممكن نجيب قاع اقل من القاع اللي كنا عليه او قاع قريب من القاع اللي كنا عليه لبعدها نبدأ في اربعة وعشرين معاودة المارسون الخاص بالارتفاعات وممكن نشوف في اربعة وعشرين او خمسة وعشرين بدايات لكسر القمم السابقة للبيتكوين والاستعداد لاختراك قمم جديدة والوصول لارقام كنا ننتظرها في واحد وعشرين واوائل اتنين وعشرين اذا لازم يكون عندك فلان مش معنا انك تشوف السوق اخضر تجري وتشتري وتبقى متصربع لأ ولكن الادارة هي سبب النجاح مفيش حد اشترى بتكوين او يعني يقول ان البيتكوين لما اشترها خسر او كسب رغم ان في ناس حققت ارباح كتيرة منه هي عملة واحدة اسمها بتكوين انا اشترتها بتلتمية دولار حضرتك اشترتها عند السبعة وستين دولار حضرتك بعد كده واحد راح اشتراها عند ستين الف دولار في واحد اشترى بدولار واحد ستين الف قطعة وسبعين الف قطعة تمام وفي واحد اشترى بارقام تانية من حين صدور هذه العملة فالنهاردة لما نيجي نقف عند الثلاثة وعشرين الف خمسمية في ناس محققت ارقام فلكية وفي ناس خسرانة اللي اشترت عند الستين واشترت عند السبعة وستين الف دولار للقطعة الناس يمحققت خسائر فادحة فاذا هي البيتكوين هي هي نفس العملة ناس قاعدة ملياردرات ناس قاعدة مليونيرات في ناس قاعدة خسرة محافظة من اولة الاخرة اذا الموضوع في اي عملة سواء شيبة سواء اي عملة اماكن الدخول الصحيحة اللي تضمن لك ارباح كبيرة بفضل الله جمعة مباركة اهتموا بشيبة الفترة القادمة بعدما تراجعوا الموقع الالكتروني بعدما تراجعوا كافة المعلومات الخاصة بالميتافيرس بيها وبعدكها تقرر اذا كنت تشتريها او انك تغير وجهتك في عملة اخرى حسب اختيارك وحسب توجهك وحسب محفظتك بالطبع تحياتي ليكم دمتم في رعاية الله وامنه كنتم مع قناتكم كريبتو بنتليمان كناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظ البي اي بي عن بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة